قطع الحكومة في العراق لشبكة الانترنت ليس حدثاً مفاجئاً خارجاً عن سياق ما فعلته الحكومات في بلدان الربيع العربي منذ عام 2011 أمام هذا القطع حب العراقيون المهاجرون في مختلف دول العالم ليشكلوا حالة تضامن مع أهلهم في الداخل العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي فتولوا مهمة نشر فيديوهات وصوراً لقمع التظاهرات ووثقوا شهادات شفهية لمواطنين في الداخل حول حقيقة ما يجري هناك وبسبب هذا التضامن يتعرض الناشطون العراقيون في الخارج لحملة تهديدات كبيرة من جيوش إلكترونية وحسابات معادية لانتفاضة تشرين هذا الفيديو للتاريخ إحنا الجيل اللي يطلع بدون فتوة مرجعية الجيل اللي يطلع بدون أي قائل سياسي الجيل اللي يطلع بدون خطبة بدون لايقودة معمم ومع ارتفاع أعداد المتظاهرين كانت مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي دوراً مهماً في مساندة المنتفضين لا سيما أن الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الاحتجاجات واعتداءات القوات الحكومية كانت تصل بشكل مباشر من موقع الحدث وتتناقلها مواقع التواصل لتزيد من وقوف العراقيين في الخارج مع المحتجين عدة دول شهدت وقفات احتجاجية لمغتربين عراقيين يوصلون من خلالها أصوات المحتجين وما يتعرضون له من انتهاكات إلى دول العالم فضلاً عن مشاركة كثيرين في برامج تلفزيونية للحديث عن التظاهرات دور المغتربين العراقيين في الخارج لا يقتصر على تنظيم وقفات واحتجاجات لدعم المتظاهرين ولكن تعداه إلى تشكيل مجموعات على واتساب لاستقبال الأخبار والصور المتعلقة بالتظاهرات ومن ثم نشرها بمختلف اللغات لمخاطبة الرأي العام العالمي وحشد المساندة المتظاهرين حركة التضامن فضلاً عن تعبيرها عن تلاحم العراقيين جميعاً في طريق هدفهم المنشود فإنها تساهم في تدويل معاناة العراقيين وتتخطى القيود الحكومية المفروضة على نشطاء الداخل كما أنها أفضل تعبير عن حجم ارتباط عراقي الخارج بوطنهم وقضيته وتكشف عن عظم أملهم في العودة إلى عراق خال من منظومة الفساد ووكلاء المحتلين